نوع التشيك لازم تشيك الـ framework بحكي الـ patient قبل ما تبتي تخلي الأسنان شنو خطوات تشيك هاي الـ framework لازم تعرفون انه تقريباً 70% من الشغل المضبوط مو الشغل المضبوط بعد ما يطلع من المختبر ما يقعد عالكاست مارتي طبعاً دولة بلاكية إذن 75% و شغل دولة اتشي مواقع شو إذن 75% من الـ framework هي متى على المكان حتى لو كنا شغل مضبوط لازم يصير نوع الـ تمام؟ شنون تجي انت تشيك الـ framework و جتك الـ framework كاملة من المختبر. رأساً نجيبوه لقاعدة الحلقة الباشنة التشيك هي؟ لا. لا. أكو بريكلينيكال. إذن، أكو بريكلينيكال انسفكشن. هي عالكاست التشيك. شنو الشغلات اللي مطلوب منك التشيك هي؟ بريكلينيكال عالكاست هتجيك أمسكيور. بريكلينيكال انسفكشن عن جزمة أو فريموط انكلوز. أجيب لك مثلاً وحدة من الريكلينيكال ووحدة كلينيكال. هاتجلك ابلوجيك، فانت تعيك الضغط. ده متشيك الابلوجيانيكال. تمام؟ إذن، جت شايك أول مرة. راست سيد شود بي فولي سيدت. راح تجي عمز سيدت، شوف الرس ما انتقاعد بالرسيد صحيح؟ يؤبو فراغ. فيدي إذا أبو فراغ، يتعدل. ما يخلق، فحنا مساً نلعب بهذا فريموط. بس إنه ابوه الرس ما قاعد بالرائسيد. ايش نقطر ش يسوي؟ تعدله شوية يتاخذ للرست حي ما يقعد تفت على فريم مور اذا اول نقطة بالبريد كلينيكال انجسمنت هو ريست سيد انجسمنت تمتلو على السفرو كاله اللي هو ما يكون قاعد بالاندار كات السفرو كاله السفرو كاله and the proximal plate should be contacting the cast لازم تكون لازم تكون اي فراغ بينه تعدله يابل لتخلي بحقي الباشنط لفريم مور lingual plate major connector فراغ تعدله عالكاست اذا lingual plate بحقي الباشنط بحقي الباشنط بحقي الباشنط بحقي الباشنط حتى تتجنب نعم لا تتحاول بحقي الباشنط فراغ البسيط هاي المنطقة ما قاعدة هاي المنطقة هاي المنطقة ما قاعدة هاي المنطقة ما قاعدة بحقي الباشنط بحقي الباشنط بحقي الباشنط بحقي الباشنط يعني شوف الرليف مو انتكسك لو غلط اذا الرليف غلط رجع تمام حقي الباشنط البشيط موجود بين المنطقة وبين المنطقة الكم اللي خلق لكم الستيب اللي يصير فرق الثخن بين الريد ورق بين الميجر كنكتة لازم يكون بيشارح في هالشكل هاد حتى يقعد بيه الأكرانيك إذاً تنتبه على البود جوين شود بي إنادقويت فور أكرانيكريزين سلايتلي أندركات هاده هوريزينتال فينش لاين هاده بيرتكال فينش لاين على برق تمام؟ خدناها بالرسم كلاسك تشود بي أوف يونيفورم تابر يعني كلاسك مارتك لازم ما يصير خروف واحد من بداية لنهايته لازم من الأوريجين ويبدي شوية شوية يتدفق لحد ما يصل للنهاية إذا لقيته أكو فرق مثلا لقيته هنا أكو في النوتش ماشي تسوي اضيفه بس هوده تلحم فوقها حد ما تسويه وفورم تابر أوكي تلحم الفرامورك ممكن تلحم الصوتر شاكي مع الإلكترونيات الصوتر والواء أو كاويه او مو كاويه التورش نفسي هاده مالاتنا تحلي صوتك تحمي الفراغات اللي غلط أو تصلح بيه الفرامورك بالصوتر بعدنا بال مو كاويه التورش نفسي ترحب بيه و تحليه نشوف أكو فراغ بين الفرامورك و بين الكاست أكو كل شموع إذا ما ليجيت فراغ تحاول أنه تلحملك استوبر بالنهاية خاصة للواء او كي تلحم نقطة جوة حدنا مالاستقر تصاعد الفرامورك عن الكاست حتى تضمن الأكريك يدخل جوة المفروض أنه كل قريتورك أكو جواها ريليف هذا تتأكد نعته على الكاست يعني الريليف بحيكي بيش يضيع تمام؟ تمام وراها تتأكد أنه ما بعدك حافة حادة وكل فرامورك فنجد انبوليش ما بيها أي رفنس نجي للتريكل اجسمنت هاي النقطة كلش مهمة أنه أنت شنون يبتيك بس هذا جبت لفرامورك وقعدت بحقي بيش يتما قعد زين هو مين ديطخ؟ ديطخ من البط المارتي صح؟ من التشو سايد شنون هان يعرف وين ديطخ؟ يعني خامل أفوت في دون جهر جوا لا أحسن طريقة تخلي الانديكياتيك بيست شو الانديكياتيك بيست؟ يجيك واكس أبيض ولا تخلي مثلا لأسر هذا مو كلاست هاي يقعد هناك؟ ادهن كل الجزء الداخلي من الكلاست للسيفلواتيك واكس قاعدة تحقي البيش هاي يقعد مصحيح؟ المكان اللي يطف راح ينجرد بمعدة الواكس لاني تشيئة باوع واكس ما قبل المقام هاي الفكرة؟ يعني احنا نسميه برجر ايريه برجر ايريه اذا خليت هذا الجسم او اي جسم حتى بالكوكين دينتر نستقبله خليه بحقي البيشينت تشيله يشوفوا الواكس كله موجودة المكانات المكشوف بها الواكس تشيله هاي الفكرة؟ كامل ما تشوفون هو ما خليت هذة الرست هاي المنطقمون جرتد لا يوجد أي السيقلوزين واكس هاي اشي المنعتهي، اعشرها بخلم احمر و اشي المنعتهي اشي النصب اللي مو أكثر وارتدل حايدة العملية وارجحها راح تطهر لغير مناطق شون شغلت الارتوكوليتينج بيبر؟ اوكي؟ مزيان اذنانا يجيكم سوال بالمسي كيوب الموست كومن ارياس that interfere with seating or frame 1 هات يجيكم بالمسي كيوب هاي اكثر من كانت اللي هاني اتوقع انه راح اشي المنعتهي، اول نقطة under the rest دائماً الrest يصير بالمسيط مو بس نتيجة انه وانتده يصير انت مشكلة بالمتيريا الpatients نفسه سن مالتين خلال اسبوع يتحرح مقانه وتحت الفكرة فنتوقع انه اكثر مكان يصير بالمسيط اولاً under the rest ثانياً rigid portion of direct retainer منه rigid portion of direct retainer منه rigid portion of direct retainer وصفرك ال R اول ثلثية لمنه rotative R صح؟ لانه كلها rigid portion هاي المنطقة هاي مدارك هذا كله rigid portion موعدة هاي terminal tip اذاً rigid portion of direct retainer دائماً ما يكون عندك بي adjustment دائماً نشوف يصير عندك مشكلة بالinter proximal area مال lingual plate دائماً ما تقعد ليش؟ لانه بيها undercard والimperger مرات نسل ال blocking بصولة صحيحة ثالث نقطة او ثالث احتمال تلقي انتر فيرانس هو inter proximal portion of lingual plate رابع مكان هو المدارس الإمبرجر مال ال connecter دائماً تنقى بيه مشكلة دائماً ما يقعد وتتوقع عنا وانت من تجيب يعني دخلي جوان مال ال connector connector كلها تسيكولوجيك واكس دخلي على جوان هنة منعطب اللي غالماً ما يسير به انتر فيرانس دائماً دائماً ال shoulder هاي المنطقة المترجم الاسنار يقوم بعمل Sylvan извест أهلا للأعادة مطبود أسنار فالأوض يخاف لأجل مطبود أيضا فالتالي يرى بمقبل ويجب أن يدخل بها جهاز المطبود يدخل من الأعادة كمان شو نحنن متع ناخد من السن؟ والله شوف انت المشكلة ان هو تاخد من السن غلط راح تقل لي ااخد من الشولدر من نفسي وانت عندك ثقنس معين للشولدر اذا عبرته اذا صار اقل من واحد ونص من النم ينكسر فاحتمال في هاي الحالات نقص الشولدر كليته ونسوي جديد ونسوي صولدرين فاكي لايزر بيه لحضر الفكري اذا بعد ما خلصت الادجسمنت راح تتشيك الابلوجين الابلوجين وكلكم تعرفون الارتكلياتيك بيبر شايفين اشتغل لكم به اشتغل توصف ثالث؟ هذا شنو الارتكلياتيك بيبر مضطلط مثل ورق الكاربور هو ورق كاربور هذا الورق كاربور ان يخلوه بين ورقتين ويكتب ينفسه هذا الجيب ايش شكل هذي؟ وجهه احمر ووجهه ازرق تخليه بينرسنا كله يعني اطلق عليك حركه من يسرق حتى تسوي شتة المكانات اللي راح تكون عالية بالابلوجين راح تنصبغ احمر نفس الشي تطلع الفريمور يتقلع اياه مكان نصبغ احمر الشي لزايد معده نصب اللمه هم اكثر ترجع حمرت لنخو تكرر العملية ثلاث مرات حتى تضبط العلوب مع الفريمورك متى مدى تشوفون بالحشوات الضوية كله لازم تستخدمه حتى مرات بلا ما انقام نستخدمه عنده هاي سبوت المكانات اللي عادي راح تنصبه خلص اوكي مارك اقلوجين اوكي مارك اقلوجين اوكي راح يجيك اذا عملك مارك ذو اقلت التسلسل، تخلي لوقت شيء كنت شفتها زينة وهي بمكانة تخلي الأفر، غلط لور، تنشار، مورا بس هو الجسم تخلي أفر، واحد هي، التشايف، ناو التشايف، ناو التشايف، ناو التنين هذا التسلسل يجيكم، ها؟ ماذا؟ ماذا؟ احتمال، الانترفيرنس ديسير، ديسير مو ويا الناشر، أنا اللي همني ويا الناشر، ديسير فأنت دا خليتلي هاية واحد هي، أوكي؟ عشان هيكتها ما بين انترفيرنس خليت الابر، الابر وياها، ايش ديسير؟ ديسير انترفيرنس ويا الماجر في النكتر، ما للأوار، اش راح تسوي؟ راح تضطر قلة تقعدها عديدة، وبعدين تواجه اكو انترفيرنس ويا ناشراتو هذا اللي يهمني شنو؟ الفرامورك ممكن تتبدل، تمام؟ تسلسل افتهم تو، وراها عاد ترجحها، حتى سبيلها فنش، يسا عاد ست، معا عشان، والله خددها خريفة، فمحاضرة هم سهلة كلش بسيطة، عند مياه، حنا لدي المحاضرات الأخيرة، كلش سهلات، اشتركوا في القناة،